دينا نبدأ موضوعنا اللي هو بقى عامل قلق للستات كتير قوي أنا بحيث أن السوشال ميديا لما دخلت حياتنا بالشكل المرعب ده عملت توطر للستات وتوتر للرجالة برضو بس الستات بقى عندها توطر من كتر ما بقى جوزها بتحيث أنه هو معرض لأشكال وألوان وأنواع من النساء ومن الأكاونت المختلفة ومن التشات المختلفة على السوشال ميديا فبقيت الستات ساعات تلجأ لأنه تعمل حركة كده أنا شخصية مش حباها ومش مقايداها خالص إن هي تعمل فيك أكاونت أو أكاونت أو حساب وهمي باسم وهمي ممكن اسم راجل ممكن اسم طفل ممكن أي اسم وتخش ترقب جوزها على السوشال ميديا تقول بيكلم مين بيتشات مع مين عمل فولو المين مين عمل له فولو حاجات كتير أسأنا ماليش في التكنولوجيا قبل هي ليها تعمل فيك أكاونت لما ممكن تخش من الحساب بتاعها من صفحتها عشان تكلمه هي عايزة تكلمه أو عايزة ترقبه لأ عشان تجرجره تبعت له حاجة لأورادي أنا حسيت فجأة أنه عمل لها بلوك لأ وهو ممكن على أه لا هو صعب يبقى عمل لها بلوك بس هي ممكن بطريقة ما تعرف تتحايل وممكن يكون على فكرة بيعمل تشاتس وحاجاته بيمسحة على طول يعني ممكن أندسبوت هو عشان عارف أن في حد ممكن يخش ويبص يعمل وممكن على فكرة ما يبقاش عامل فولو الواحدة يبقى هي أوبن أكاونت وهو بيخش على الأكاونت بتاعها وقت ما يعوز يتفرج ويطلع تاني في حاجة كتيرا أو يأسر الرجالة بتتحايل والله يمكن يبقى بيخون من غير السوشيال ميديا أصلا طبعا يعني هو الحزبة أصلا لو ست قعد تفكر في الموضوع ده كده هتبقى بتوجه عدم أخي عرفه طب ده ده بقى سؤال آه ده ما تخير حلو آه أنتوا شايفين أنه الراجل لما يعمل تشات تشات من وراء مراته لستات معينة ده خيانة ولا ده استزرافه لطافة ووقفت عند كده آه خيانة بتتجزقش طبعا درجة من درجة الخيانة درجة من درجة حتى لو درجة صغيرة طبعا ما فيش درجة صغيرة هتجره بقى للاكدر يمكن لا وفيه الجلو ما بتجره مش الأكبر فيه الجلو بيستمتعوا بالإحساس إنه هما بيعملوا تشات وفيه ليه وفيه زرافة واستلطاف كده ولطافة وبتخلص عند كده بس دي بردو خيانة لإن أنا بشوف اللي ما قدرش عمله قدام شريك حياتي بقى لو عملتوا من وراء بقى تحكي عليهم طبعا يعني إحنا ممكن منطلاقا من اللي انتو قلتو ده نصنف الخيانة ما بين خيانة عادية وخيانة إلكترونية ممكن آه طبعا عندنا هم نقول يعني نبقى تفهنا الموضوع قبل وقلنا كده بصلاح نائخ نائخ نائخيانة إلكترونية يعني بيكلم مع ستات بيأخد ما هو إنتانيتك إيه هذه الليلة يا أستاذ عامد ست لقيت بيتكلم مع ستات تانيين إلكترونية هنحط بين خيانين ونسميها خيانة إلكترونية أعمال بقى يتكلم ويقول أخبار ويسمع منهم كلامه وحاجات منذ تاخد موقف كما لو إنها خيانة حقيقية ولا تتعاين إزاي مع الموضوع كل ست مختلفة على بتاني كل ست مختلفة على بتاني يعني إنتي أكيد في حياتي إنت رأيك إيه؟ لأ أنا عمري ما هارفحكم على الموضوع إلا من المشكلة أنا ما تعملتش وأنا المشكلة بتاعتي الحمد لله ما فاشل كلام ده خلص طب صحابك يعني صحابك صحابي فيه تقفشوا ستاتهم سامحوهم وفيه سابوا بعض وفيه بس مش بسبب السوشال ميديا بسبب ترقوماته يعني آه يا الستة عمات ما بتسيبش بسبب غلطة بتسيب ودي غلطة من الغلطات اللي تتسيب؟ لا هي بس هي يعني تكاد تكون أو تبان إن هي غلطة صغيرة رموكت تتسيب يعني هبل مع واحدة على الإنستجرام والشات وبتاع وخلاص طب صحابك بس هي حقيقة الأمر إن هي بتبقى بلوك يعني بلوك حتة عندها؟ بلوك كده زي الورقة اللي أنا حطتها دي كده عمل حاجة صغيرة قبل كده فهدي ما حطتها قراري وبعدين موضوع سوشيال ميدي دي تحط عليها طبعا طرابا وبعدين موضوع تانية تحط عليها فبنت جبل ففجأة تلاقي ستة انفجرت انفجرت ليه؟ مش بسبب إن هي بتخانق معاك على فكرة أو عملت فيك أكاون؟ إنك منزلتهاش أو مصررهاش معه فيك أكاون ده منفس هي من التراكمات كلها آه إنها هي كمان عايز تعرف هو بيعمل إيه؟ يعني الرجالة بقى ما تقفش لو اكتشفت لا ستة لو عايز تعرف حاجة بتعرف اشتركوا في القناة